سلام عليكم شباب معكم على او من قناة VGS و اليوم عندنا لكم فيديو بتكلم فيه عن انفيديا شيلد طبعا الفيديو طلع قبل ثلاثة يوم تقريبا او يومين والفيديو بحط لكم في الوصف اذا حاببين تسمعونا بدون كومنتري طبعا بتكلم في هالفيديو عن معلومات عن جهاز انفيديا شيلد الجهاز المحمول اللي هو طبعا يعتبر اول جهاز محمول من انفيديا طبعا الشخص اللي شفونا جدامكم بيتكلم عن معلومات عن الجهاز بالتفصيل طبعا اول معلومات لازم تعرفونها عن الجهاز ان الشاشة اللي جدامكم خمسة انتش يعني زين حجمها بالنسبة لجهاز محمول الشاشة بتكون سبعمائة وعشرين بي اتش دي مالتي تاتش يعني يتقدر تلمسها بعدة اصابع في وقت واحد بيكون فيها معاها انا لوك ويعني الحبات الموجودة في اي جوستيك بتكون مضبطة مع كونترولر وهي تريجرز فيها بعد من الخلف وحبات ال A B X Y وفي الوسط في حب انفيديا متعددة للاستخدام ما ديش نفاعدتها الصراحة واسم الدي باد موجودة طبعا الجهاز في معالج رباع النواة متنقل يعني Quad 4 في 2 جيجابايت رام يعني داكرة العشوية 2 جيجابايت واعتقد هاي شي كبير بالنسبة لجهاز محمول وفيها 16 جيجابا ساعة تخزينية يعني بتقدر تحمل فيها واحد اشياء وتقدر تكبرها مع بطاقة مايكرو اس دي طبعا الجهاز في جي بي اس من اصل في game واي فاي هو قال game واي فاي ما قال اي واي فاي بعد قال game واي فاي فيها بلوتوث 3.0 اعتقد هاي اخر بلوتوث يعني تقنية بلوتوث نزلات بيكون مع الجهاز سماعات قواه مع مايكرو فون وبيكون في نظام التشغيل الجلبيين من اندرويد يعني شي بيكون عجيب عجيب وفيها مدخل سماعات 3.5 اللي هو مدخل السماعات العادي تقدر تركب على اي سماعة بيكون في مايكرو اس بي 2.0 اعتقد بيكون الانفيديا شيلد القادم 3.0 بس مايكرو اس بي شيئزين بيكون في مايكرو اس دي كابد مدخل بيكون في ميني اتش دي ام اي يعني بتقدر تشبكه في الشاشة وتلعب طبعا في خاصية اللعبة بتكلم عنها بعد شوية بس اول شي بيكون في اللعبة من اصل لعبتين sonic 4 with the expandables re-armed لعبات تحارب طبعا اعتقد الارعاب بتقل تستخدم الارعاب الاندرويد الموجودة في google play لكن الخاصية اللي عجبتني اكثر شي لما تشفتها في الفيديو انه يقوله من الكمبيوتر من خلال خدمة الكمبيوتر اللي هي مادر اي خدمة بيكون اسمها بث الكمبيوتر او شي هي في حالة البيتة حاليا راح تقدر تلعب الارعاب من الكمبيوتر الارعاب اللي شفتوها جدامكم black ops 2 assassin's squeeze borderland وفي الارعاب طبعا في الوصف بحطكم راوط الطلب المسبق تقدر تسجل من الحين عشان يخبرونك متى بيكون في طلب مسبق وبعد بيكون في شي حاصبي مادر صراحة ما قلو لانه تاريخ عشرين خمسة بيكون بيتغير الطلب المسبق عندهم طبعا سعر الجهاز ثلاثمائة وتسعة وعين دولار يعني تقريبا 132 دينار او 1320 ريال هالكل معلومات عن جهاز نفيديا شيلد انا متحمس للصراحة اعتقد بكم مميز فاذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تغطوها زب اللايك والمفضلة والسبسكرايب واذا حابين التريلر موجود في قناتنا VGS تريلر سجلوا فيها بعد نحط التريلرات اول باول ان شاء الله اشتركوا في القناة VGS اشتركوا في المتابعة والسلامة شبابا اشتركوا في القناة